فطوة للأمام وأخرى إلى الخلف هذا هو الحال في تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الضرية فبعد وصفه لمباحثات طهران أمس بأنها بناءة قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الضرية رفايل جروسي إن إيران لم تقدم أي وعود ولا ردود على ما تقدمت به الوكالة بشأن تفتيش المواقع الإيرانية وأضاف جروسي أن هناك حاجة للنقاش لنقاش واضح مع طهران والاطلاع على رؤية الحكومة الجديدة إيران من جهتها قالت إن الزيارات بين طهران والوكالة لم تتوقف محذرة من قيام الوكالة بفرض أي عقوبات عليها فهل تتجه الأمور نحو الحل أم نحو مزيد من التعقيد معنا الآن من عمان الخبير في الشؤون الإيرانية دكتور نبيل لعتوم مساء الخير دكتور نبيل مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار يعني اجتماع البعض وصفه بأنه نجاح نسبي على الأقل تقنيا ربما يعني يتيح مزيد من الوقت أمام الطرفين الطرف الغربي والطرف الإيراني للتفاوض أو إجراء مشاورات حول استئناف المفاوضات في فيينا إلى أي مدى برأيك هذه الزيارة وهذه الاتفاقية ولو جزئية بين الوكالة وإيران يعني تشير إلى نوع من الإيجابية في الأجواء المحيطة بكل هذا الملف مساء الخير أستاذ مهند يعني في واقع الأمر بأعتقد أن هذه خطوة هي خطوة إيجابية لكن في نهاية المطاف كانت ذات بعد تقني هدفها الأساس هو استكشاف الموقف الإيراني في ظل الحكومة الإيرانية الجديدة هذا من ناحية من ناحية أخرى اتخاذ خطوات عملية حول ما يتعلق بكاميرات المراقبة الممري أو الذاكرة لهذه الكاميرات قد انتهت خاصة بعد أن امتلأت هذه الذاكرة كما ذكرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من أسبوعين لكن النتائج على وجه العموم هي نتائج مخيبة لأنه في نهاية المطاف الإيرانيين عودون أنه كلما انتهجوا سياسة حافة الهاوية وكان هناك محاولة لرد فعل دولي صار متجاه إيران بادرت إلى إحداث ما يسمى بانفراجة بسيطة في هذا الأمر هذه الانفراجة في هذا الأساس تقوم من خلالها كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم أنه كان هناك خطوة إيرانية للانفتاح الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال هذه الكاميرات من ناحية على أساس أن لا تقوم الوكالة بتصعيد عبر مجلس محافظي الوكالة واتخاذ إجراءات ضد إيران قد يعقبها ما يسمى بقرارات من مجلس الأمن الدولي في واقع الأمر أستاذ مهند نحن أمام الآن سيناريوهين السيناريو الأول الإيرانيين تحدثوا عن ربما اقتراب محادثات الجولة السابعة من محادثات فيينا لكن بشرط أن تكون هذه المحادثات مسبوقة بأمرين وهذا الأمران مشروطان بتقدم إيران للعودة إلى الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في العام 2015 الخطوة الأولى هو الإفراج عن الودائع الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وفي اليابان وفي الصين هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن لا يكون أي اتفاق يتم ربطه بالمسائل الثلاث البرنامج الصاروخي ودور إيران عبر مداخل الأزمات الإقليمية ومسائل أخرى عديدة قد يقوم المجتمع الدولي بفرضها في واقع الأمر أعتقد أن الأمور لا تبشر بخير وسائل الإعلام الصحية اليوم تحدثت بشكل واضح وصريح على أن السياسات الإيرانية المتشددة ربما قد تؤدي إلى فقدان إيران لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعم مكلاها بخاصة وحلفائها الموجودين في المنطقة لسيما الصين وروسيا جيد طبعا قرار التعاون أو عدم التعاون مع الوكالة الدولية دكتور نبيل كما نعلم هناك قرار برلماني إيراني مجلس الشورى أصدر قرار بهذا الشأن الحكومة ذهبت الحكومة الماضية ذهبت لتمديد هذا القرار بشكل مؤقت والحكومة الآن على ما يبدو ماضية أيضا في هذا الاتجاه تبدي نوع من التعاون نوع من المرونة ولو بحده الأدنى مع الوكالة مع أنها حكومة متشددة كان يفترض أو كان يعتقد البعض أنها ستتنحو منحا آخر هل ترى أي مؤشرات على مرونة من جانب هذه الحكومة الجديدة فيما تعلق بالتعامل مع المجتمع الغربي بالنسبة للملف النووي أنا مهند غير متفائل في هذا الأمر لأنه فعليا ما قام فيه النتائج غير مبشرة لأن العودة إلى ما يسمى بنظام الكاميرات والمراقبة الدائمة هذه نتيجة بسيطة لأنه كان هناك سياسات نووية تصعيدية غير مسبوقة انتهكت الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في العام 2015 اليوم نتحدث عن سعي إيران إلى ما يسمى بسياسات تصعيدية عبر ثلاث مسارات أساسية المسار الأول هو ما يعرف برفع سياسات النووية عبر رفع نسبة التخصيب إلى 60% وهذا يشي بأن إيران ماضية في عسكرة برنامجه النووي زيادة عدد أجهزة الطرد المركزية نصب أجهزة الطرد مركزية جديدة من نوع IR9 كميات التخصيب زادت أكثر من 16 ضعف فيما يتعلق باليرانيوم منخفض التخصيب بالإضافة إلى عدم إجابة إيران عن كثير من التساؤلات المتعلقة بوجود ربما برامج نووية موازية وأنشطة نووية مثل التخصيب في بعض المنشآت التي لم تجب عليها إيران لغاية هذه اللحظة بموازات ذلك لجأت إيران إلى سياسات تصعيدية من خلال أيضا ما يعرف بدبلوماسية الميدان التي طرحها أو ابتكرها أو أراد تفعيلها الرئيس إبراهيم رئيسي عبر تصعيد الملفات الإقليمية من خلال دور إيران مزعزع للأمن والاستقرار من خلال مداخل الأزمات الإقليمية مستقلين سواء الأزمة السورية أو حتى الأزمة اللبنانية أو ما يحدث في العراق لتصفية الحسابات مع الخصوم والمنافسين المسار الثالث هو الإجراءات الداخلية الإيرانية بتجريد وزارة الخارجية الإيرانية من أي اتصلاحيات ونقل الملف النووي الإيراني برغمته إلى المجلس الأعلى للأمن القوم الإيراني وأن يكون دور وزارة الخارجية هو عن طريق أحد الأعضاء وبالتالي هذا يعطي تصور واضح على أن إيران ماضية بسياسة التشدد وإعلان إبراهيم رئيسي أكثر من مرة أن إيران لا تستطيع أن تفاوض إلى الأبد وأن بيدها أوراق ضغط تستطيع ممارستها على المجتمع الدولي وفي مقدمتها إعلان المبادئ التي تم الاتفاق عليه مع الصين كورقة لموازنة الضغوط الخارجية عليها طيب دكتور نبيل البعض يقول أن إيران في هذه الجولة على الأقل لعبت أوراقها بشكل جيد بشكل ذكي هي من جهة بدت وكأنها تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال السماح بمراقبة هذه الكاميرات وتصليحها وكل هذه الأمور ولكن بدون إعطاء الوكالة أي تبيانات عن هذه الكاميرات أي تسجيلات هذا من جهة من جهة أخرى يعني هي حاولت إبداء المرونة وفي الوقت نفسه لم تقطع الخيوط كاملة مع الوكالة ومع المجتمع الدولي بشكل عام هل برأيك بالفعل إيران كسبت هذه الجولة من المفاوضات؟ من المبكر جدا أستاذ مهند الحديث عن هذا الأمر لأنه الآن إيران ربطت التقدم في المسار للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمسار المفاوضات القادمة في فيينا وبالتالي الآن إحنا أمام حتى تحدي حقيقي لأنه يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكر وزير الخارجية أنه لا تستطيع المفاوضات مع الإيرانيين بلا حدود أو بلا سقف زمني لأنه إيران تسعى بموازال ذلك إلى محاولة تحقيق إنجازات نووية تذكر ربما بسياسة الغموض النووي وأن إيران ماضية في عسكرة برنامجها النووي وبالتالي عامل الوقت ليس لصالح المجتمع الدولي من ناحية من ناحية أخرى دخول المتغير الإسرائيلي على هذا الموضوع بشكل كبير خاصة أنه كان هناك اجتماع لافت لرئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي وتحدث بكل وضوح على أن هناك اتفاق مبدئي وخطة مشتركة أمريكية إسرائيلية بمنع عسكرة إيران لبرنامجها النووي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه هذا عدم التوصل إلى اتفاق عادل وشفاف سوف يؤدي إلى استمرار العمليات الإسرائيلية ومسار عمليات التخريب سواء ضد المنشآت النووية الإيرانية أو محاولة حتى استهداف إيران بشكل مباشر في العمق أو عبر مداخل الأزمات الإقليمية خاصية ما في سوريا الآن خلال التفضل للأسف وقت ننتهى دكتور نبيل بدي أشكرك دكتور نبيل لاتوم الخبير في الشؤون الإيرانية كان معنا من عمان ترجمة نانسي قنقر